بسم الله الرحمن الرحيم و أهلاً و سهلاً بحضراتكم و حلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت و حلقة النهاردة مخصصة للأسئلة زي ما نوهنا الأسبوع اللي فات و قلنا أن الأسبوع اللي فات والأسبوع ده حلقتنا كانت مخصصة للأسئلة الأسبوع اللي فات جاوبنا على أكثر من سؤال في موضوعات كتيرة قوي ممكن حضراتكم أكيد ترجعوا مش بس للحلقة دي لكن لكل محتوى حلقتنا السابقة على وسائل التواصل أو على قناتنا على اليوتيوب هنبدأ فوراً حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بالأسئلة بتاعتكم اللي احنا بنختارها زي ما قلنا بعشوائية ولكن بنراعي بس بعد الاختيار ده أنه لو لقينا الموضوع متكرر أو من زاوية يعني وحدة بنختار موضوع تاني بنبدأ على طول سؤالنا السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم يا دكتور محمد ماشي ابني عنده سنتين وثلاث شهور ومتأخر في الكلام أنا ملاحظ أن في أسئلة كتيرة موضوع الكلام ده يعني شاغل ناس كتير مش بيقول أي كلمة بس بيفهمني كويس ده كويس قوي وسنتين وثلاث شهور وكمان شائي جدا لدرجة أنه مش بيهدى غير وهو نايم أرجو الرد وشكرا طيب سنتين وثلاث شهور زي ما قلنا ولا كلمة خالص لا الأمر يستدعي استشارة تخصص طب أمراض التخاطب وبفكر حضراتكم أن احنا لو عايزين ترجعوا للأركايف أو للأرشيف بتاعنا أن احنا قدمنا حلقة عن أمراض التخاطب مع قامة علمية كبيرة وهو الأستاذ الدكتور حسن الغندور أستاذ أمراض التخاطب بكلية طب جامعة عن شمس التخصص ده يا جماعة هو اللي بيوجه ناحية أن الطفل هنكتفي بتخصص تخاطب ولا هنحتاج كمان تخصص طب نفس الأطفال يعني هنحتاج التخصص ده ولا لا لأنه موضوع أنه مش بيهدى غير لما ينام يعني دي نقطة أو وصف نسبي شوي يعني احنا اتفقنا أنه الانطباعات ماشي مهمة لكن ما بيتخدش بناء عليها قرارات طبية هي ممكن تقودنا يعني تقودنا إحنا كأطباء إن إحنا ناخد الانطباع ده ونبتدي نحلله كده مع حضرتك في الكلام وناخد الهيستوري أو التاريخ المرضي ونبتدي نرتقي بمستوى الانطباع ده نتأكد بقى بالكشف الطبي بتحليل معملية بإجراءات فحص وهكذا يعني هنا لازم نتأكد بقى في الحالة دي أنا باخد بقى هنا التعبير الحرفي اللي تقل في سؤال إنه مش بيهدى خالص غير لما ينام فلازم نتأكد من عدم وجود حالة فرط حركة مثلا اللي بتبقى مصحوبة بتشتت الانتباه ونقص التركيز وده من ضمن النطاب تخصص طب نفس الأطفال وبرده زي ما نوهت عن حلقتنا اللي عملناها في التخاطب حيكون نقدمنا حلقة أو أكتر كمان مع الأستاذة الدكتورة نوحة صبري أستاذ طب نفسي بكل الطب بجامعة القاهرة وكلمنا فيها عن فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص التركيز اتكلمنا عن ده كويس ممكن برضو ترجعوا له لكن البداية في السؤال ده الحل لازم تكون من محطة أمراض التخاطب وأنا بأكد هنا على استشارة طبيب أمراض تخاطب أنا بقول له طبيب أمراض تخاطب الله وهو في حاجة تانية؟ آه في حاجة اسمها مراكز التخاطب ودي مراكز في جزء كبير منها وتبقى مراكز مجهولة الحقيقة ومش عايز أقول لكم يعني أو لأ أخفيكم سرة أنه بيبقى مش شغال فيها دكترة أصلا وإحنا اتفقنا قبل كده أنه استراتيجية علاج أمراض التخاطب لابد أن يتم التشخيص ووضع خطة العلاج عن طريق تخصص أمراض التخاطب أو تخصص طبي التخصص ده بقى بيكون مسؤول بعد كده أنه بيوجهكم مثلا ناحية مراكز معينة سواء حكومية أو يعني جامعية أو حتى خاصة بس بيتكون استراتيجية العلاج دي تحت مظلة الطب لأنه وارد أنه الأخصائي التخاطب أو اللي بيقوم بجلسات التخاطب مثلا مع الطفل ممكن ما يبقاش دكتور آه أنا بقول لكم آه لكن لازم يبقى معاش هادات معتمدة من الجامعة ولازم ياخد تدريبات معينة وتبقى تدريبات مهمة جدا بيبقى مؤهل أنه يتعامل بقى هنا فاهمين قصدي؟ إنما للأسف اللي بيحصل إن في ناس بتروج لنفسها وتلاقوا كده وإنتوا ماشيين في الشارع تبصت لقوا مكتوب على الحيطان كده وكده ويقول لك لعلاج التخاطب بالمنزل وتلاقوا رقم تليفون دول تعرفوا عطول دول مش أطباء دي حاجة ملاش علاقة بالطب أصلا واليوتيوب بقى الحقيقة مليان يعني أنا آسف مليان بلاوي يعني بليان مصايب من مصر وخارج مصر وتلاقي ناس بيعملوا حاجات غريبة ويقول لك دي بيعالج التأخر النطق كل دا كلام فارغ كل دا خطاء ادي لعيش لخبازه وهو مش هيكله بقى ولا هيكل نص ولا هيكل ربعه خالص دا هنا الخباز هنا هو الطب فاحنا لازم نروح للدكتور سيما بقول لكم هو تخصص أمراض التخاطب هو بقى هيوجهنا هو هيقول لنا نعمل إيه تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده السلام عليكم يا دكتور أنا بنتي عندها ست شهور ربنا يا خالي وكنت بدأت لها أكل من الرابع ليه كده بادري كده؟ عشان عندها سوق تغذية آه وبتاخد طبيعي وصناعي حاليا أأكلها بروتين ورز وكده ولا إيه طيب الطفلة عندها ست شهور وحضريك بدأتي الأكل في الرابع وده معاد مبكر قوي وإحنا قلنا يا جماعة أن الأكل بيبتدي بعد نهاية السادس وقلنا زمان قوي مش زمان قوي يعني بس أنا بتكلم ما أنا بتكلم دلوقتي في حاجة وخمسين سنة في السبعينات والثمانينات كانوا الناس يقول لك إيه ابتدوا أكلوا كانوا لدكاترة حتى يقولوا إيه ابتدوا أكلوا الأطفال من الرابع هذا الكلام مع التطور الطبي وتطور الأبحاث الطبية اكتشف إن ده غلط لإنه التأخير بقى من الرابع لنهاية السادس زي ما قلنا بيوفر علينا حاجات كتيرة قوي بيخلي الطفل ما يجيلوش حساسية أطعمة وحساسية الأطعمة دي من الموضوعات المهمة قوي فإحنا يعني نسبة كبيرة قوي تقارب 80% من الأطفال ممكن ما يجيلهمش حساسية أطعمة ويا ما ناس نقول لك ده عنده حساسية ضد كذا وعنده حساسية ضد كذا وضد اللبن ضد الفراولة ضد البيض كل الموضوع بس إن إحنا نزود فرصة الطفل ده إنه ما يبقاش عنده حساسية ممكن النسبة توصل لـ 80% ما يبقاش عندهم حساسية يعني 80 طفل من كل مية ما يبقاش عندهم حساسية أطعمة إذا بس أخرنا ادخال الطعام لغاية نهاية السادس فحديك بدأتي بدري تمام؟ طيب ما إحنا مش هنعرف نرجع الزمن لكن نعرف نتدارك الخطأ خلاص؟ طبعا يعني النصيحة بقى اللي تقالت لك أصل هي كان عندها سوق تغذية ولا إيه زي ما تقال في السؤال أين كان مصدر الحقيقة اللي أنا هرجع هول السؤال تاني أهو كان عندها سوق تغذية أنت حديك قلت في السؤال كان عندها سوق تغذية الحقيقة بقى إن النصيحة دي أين كان مصدرها مين هي غلط يعني أنا مش عارف مين اللي قال لك إن عندها سوق تغذية فابتدلها بالأكل غلط أنا بقول لك وهو غلط حتى لو اللي حضرتك كده دكتور ده غلط ليه؟ لأن الغرض من بداية إدخال الأطعامة الخارجية للأطفال في الشهر السادس الغرض مش مش تحسين وزن خالص الغرض هو تعريف الطفل على الأطعامة تعريفه يعني إن إحنا بنعرف الطفل على الطعام بنقوله إن فيه حاجة في الدنيا غير لبن الرضاعة فإنك ترهني أو إنك تتوقعي إن مثلا طفلة وزنها قليل فهتتصلح وزنها ده لما نأكلها ده غلط تماما لأن في هذا العمر المصدر الرئيسي للنمو الخاص بالطفلة دي أو أي طفل في العالم هو الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية وحاجة أيلة في سؤال كمان إنها بتاخد رضاعة طبيعية أو الصناعية فواضح إن حاجة عندك أزمة في تصور إن بنتك عندها سوق تغزية وعندها كذا والملفت بقى إنه في السؤال ده حاجة ما قلتيش وزنها قد إيه؟ يعني ما ذكرتش الوزن أنا بقى هقولك حساب الوزن المثالي عند ست شهور فاكرين الحلقة اللي فاتت كنا جبنا سيرة قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا بنحسب الزيادة الأسبوعية أنا بتكلم عن الزيادة المثالية قلنا إن الوزن بيزيد أسبوعيا خلال أول ثلاث شهور 200 جرام تحديداً 198 جرام بس قلنا 200 جرام وقلنا إنه كل شهر عندنا في الطب أربع أسابيع يبقى الشهر بـ 800 جرام دول أين شهور الأول والتاني والتالت طيب الرابع والخمس والسادس الزيادة الأسبوعية المثالية كام؟ كل أسبوع المفروض طفل يزيد كام؟ يزيد 148 جرام يعني نقول 150 يعني يزيد في الشهر 600 جرام فاهمين قصدي؟ ده في الرابع والخمس والسادس يعني في الأول والتاني والتالت يزيد في الشهر 800 جرام إنما في الرابع والخمس والسادس يزيد 600 جرام حل؟ طيب تالت ثلاث شهور من السنة الأولى يزيد 113 جرام أسبوعية احنا حرين بقى نخليها 115 او 110 انتو حرين خلاص مش هتفرق 3 جرام دي يعني او 2 جرام تمام اما نهاية السنة اللي هو اخر 3 شهور في السنة الاولى الطفل بيزيد مثاليا 71 جرام وسبوعين يعني نقول 70 جرام خلاص بناء على كده نقدر نحسب الطفل بقى اللي عنده 6 شهور الطفل عنده 7 شهور طفل عنده 8 شهور بنسبة لحضرك بتقولي بنتك عندها 6 شهور فوزنها المثالي في المتوسط بحسب وزن الولادة يعني الافرج او المتوسط المفروض ان وزنها ما يزدش عن 6 كيلو 900 جرام تمام فبالتالي نوع الاكل بقى في السؤال اللي هو اكلها رز وبروتين غلط ده غير ملائم طبعا تمام فده غلط المفروض ان احنا بنأكلها اكلات ابسط من كده بكتير قوي لانها لسه بتتعرف على الاكل وزي ما بقوله هو بكرر او زي ما قلت مش مطلوب من التعرف ده مش مطلوب من الطعام الخارجي ده انه يحقق وزن خالص مطلوب بس ان الطفل يتعرف على الطعام ويتقبله تمام كده يلا ندخل على السؤال اللي بعده يا ريت يا دكتور تتكلم عن التوابل اللي فيها مكسبات طعم اه طبعا وخطورتها انتشرت جدا يعني انا الحقيقة بحيي صاحبة السؤال او صاحب السؤال يعني بحييكم من كل قلبي يعني بجد لانه حكاية التوابل اللي فيها مكسبات طعم دي ده شيء يعني خطورة خطورة كبيرة او بتقول يا ريت تتكلم ويعني وربنا يا جزيخير طبعا الموضوع انتشر جدا سواء في الاطعمة المعبقة في كياس يعني يقول لك بس زي البطاطس والمقرمشات وبتاع وحاجات كده يقول لك بطعم مش عارف الكباب بطعم البيتزا بطعم مش عارف ما كل دي طعم صناعي مش طعم طبيعي يعني تمام وللأسف كمان الحاجات دي يعني بتتبع كمان عند العطارين يعني اللي هم اللي بشعلوا في العطارة غير بقى العطارة العادية اللي بتبقى المفروض انها كويسة لا الناس بقى يبيعوا طعم ده يقول لك بتتباع وده غلط ده كمان في حاجة بقى في منطقة الخطورة في كيس كده اللي هو او حاجة بتتباع كده اللي هي بتتحط في الماء المغلية اللي هي زي الماكارونا اللي اسمها الاندومي يعني ده مش مركة هي الاندومي دي بقى انواع وبيبقى معها كيس بقى يقول لك ده بطعم مش عارف الفراخ ده بطعم مش عارف ايه والحياة انا شفت قريب قوي يعني انا شفت اعلان الحقيقة يعني انا بدعو الحقيقة يعني مش يعني الحقيقة مفاش دعوة الحقيقة انا بدعوكم انتم الحقيقة انكم تحكموا على هذا الاعلان فيه اعلان بلاقي فيه ان واحدة سيدة كده فاضلة ام صغيرة كده قاعدة مع عادة صاحبتها وولادها جايين من مدرسة ويقولوا له يا ماما احنا جعانين يعني الاعيالها هو جايين من المدرسة الاطفال الابرياء دول جايين من مدرسة بقولوله يا ماما احنا جعاني والأم قعدة مع صاحبتها تمام ايه؟ فبتقول لهم حالا ورح تقيمة جايبة الكيس وبتحطه وبتحطه على الكيس اعني عايزة اقول لكم ان الاكلة دي في حد ذاتها خطر والكيس ده بقى فيه خطورة كبيرة جدا وللأسف انا بقول لكم الكلام ده لاحظت وقبل يعني في وقت من الاوقات عملت بحث عن هذا الموضوع اكتشفت ان الموضوع ده منتشر انتشار رهيب مش بس بقى فيه الاطفال الاطفال والكبار فده الحقيقة خطر كبير جدا يا جماعة خطر كبير جدا الكيس ده اللي بيبقى اللي بتحطوه بقى على المادة دي اللي هي بتتحط في الماء المغلية وبتبقى حاجة عاملة زي الماكارونا كده او زي المعجنات ده غلط جدا وزي ما قلتلكم كده بقى حكاية طعم الكاتشاب وطعم الفراخ وطعم الكباء كل ده غلط خالص واحنا كنا اتكلمنا في حلقاتنا بتاعة التغذية عن مخاطر مكسبات الطعم واللون اتكلمنا عن الموضوع ده وكمان اتكلمنا على الحاجات مش بس دي بقى اتكلمنا على الحاجات كمان اللي بتتحط على المياه الغازية ومكسبات الطعم واللون اللي بتتحط على انواع من البسكوت وبتتحط على الحلويات الطرية اللي هي زي الجلي اللي هم الاطفال بيروحوا يشتروها كده ويقعدوا ويمدوغوا فيها وقلنا ان التأثير السلبي للحاجات دي على مراكز التركيز وضبط الحركة في المخ تأثيرها سلبي جدا عشان كده فيه اطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير بيكونوا معرضين فعلا انهم يصابوا بفرط الحركة ومشاكل في الانتباه والتركيز وبيكون عندهم سلوك عدواني واتكلمنا برضو انا بلفت نظاركم اللي عايز يرجع للحلقات دي ارجوكم ارجعوا لها حلقات التغذية بتاعتنا قدمنا فيها ملف كامل عن الحاجات المهمة بقى للجسم الفيتامينات والمعادن وايه الحاجات اللي بتمنع الامتصاص وايه الحاجات اللي بتساعد على الامتصاص واتكلمنا في الحلقة التالتة وما كانوا ثلاث حلقات اتكلمنا عن حاجة خطيرة قوي اللي هي الصوصات بتاعت الجبنة فاكرين قلنا فيه مطاعم وكده بتروحوا فيحطوا لكوا صوصات جبنة سائلة كده وقلنا ان في دي تسعين في المية او اكتر من المطاعم الصوص الجبنة ده ما بيبقاش جبنة وانا خدت يعني رد فعل من بعض الناس بعتولي قالولي يعني احنا في صدمة قلت لهم ده دي الحقيقة انا بحسبكو يعني بحسبكو عارفين يا يعني دي ما بتبقاش جبنة دي بتبقى لون وطعم الجبنة وتوابل وللأسف بقى بتبقى مواد مطاطية انا مش ببالغ على فكرة يعني مواد هما بيقولوا يعني يقولك دي مواد امنة وحاجات زي كده بتبقى طعمية قليل قوي من المطاعم دي اللي بيعملوها جبنة بجد ولو جبنة بجد بتبقى مصيبة برضو لان بتبقى محتوى الدهون فيها خرافي يعني تبقى كبيرة جدا الحاجات دي يا جماعة سواء التوابل بقى اللي بتعم مش عارف ايه او مكسبات الطعم او السوسات الجبنة اللي هي مش جبنة او جبنة بس جبنة كتير دي لا قدر الله ممكن تعمل فشل كلاوي لا قدر الله لا قدر الله تعمل فشل كبدي تعمل مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي تعمل التهاب في الزايدة التهاب الزايدة الدودية وده برضو بسبب الاطعامة الحارة برضو بشوف في الاعلانات انا بشوف حاجات جرائم الحقيقة في الاعلانات يعني يقول لك ايه ده مش عارف مش عارف مش عارف شط وده مش عارف شط قوي اللي هو طب ليه وتلاقوا اطفال صغيرين كده عندهم تسع سنين وعشر سنين مفروض انهم بيأكلوه وانا عارف بقى انه في الحقيقة بيدخلوا تحديات لبعض وحاجات زي كده وده السبب على فكرة انه بقى ظاهرة ان عملية الزايدة الزايدة اللي بتتعامل دي ازالة الزايد بتتعامل كتير قوي لاطفال يعني وده نتيجة الحاجات دي نتيجة الاكل الغير منضبط ده والأسر والأهالي اللي سايبين ولادهم ياكلوا الحاجات دي ده غير انها بتعمل التهابات في المعدة والاضطراب في عملية الاخراج يعني حاجات كتير قوي يا جماعة اهدوا كده واختاروا الاطعامة المناسبة لاطفالكم عشان بعد شر ما تودهمش او ما تحطهمش هم على طريق المرض لقدر الله وانا هنا بكلم على فكرة بتكلم على فال والله وبتكلم عن الكبار كمان هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها برضو زي الحلقة اللي فاتت عن الاسئلة عشان الناس ما تزعلش وكل الاسئلة اللي بتبعتوها دي بتكون مش بس مهمة بالنسبة لنا لكنها بتكون ملهمة كمان ان احنا نختار الموضوعات اللي حضراتكم بتحبوا انكم تعرفوا عنها معلومات اكتر هنكمل الاسئلة على طول عشان ما نضيعش وقت خالص السلام عليكم دكتور محمد بنتي عمرها سنة وتسعة شهور بترتعش وهي نايمة غالبا جسمها كله مع العلم اني كنت باخد دواء اعصاب اثناء الحمل والرضاعة وهي مفتومة من شهرين ونص وما زالت بترتعش هل ده نقص كالسيوم ولا ليه علاقة بأدوية الاعصاب طيب الحقيقة انا مش عارف دواء الاعصاب اللي حضراتك يعني اللي كان بيتاخد اثناء الحمل والرضاعة ده ايه يعني وطبعا معرفش مدى احتياجك له قد ايه بس اكيد حضراتك بلغتي الطبيب المعالج اللي هو طبيب الاعصاب او طبيب المخ والاعصاب ان حضراتك حامل وبعد كده ان حضراتك بتردعي انا بقولي الكلام ده لانه معظم ادوية الاعصاب في العموم يعني بتتعارض مع الحمل والرضاعة لكن بيكون في حزبة معينة وطريقة معينة في حساب الجرعات لما بيكون لها احتياج كبير فتلاقي الدكاترة هنا حضراتك بتبلغيهم بالمعلومة ما يديه معلومة ما يفعش ما تتقلش هم كمان الدكاترة بيسألوا الحقيقة من نفسهم يعني فيقول لك حضراتك حامل او بتردعي او كده تقولي له اه يبتدي يحسب لك بعض الجرعات بطريقة مختلفة ويبتدي يختار بعض الادوية مختلفة عن ادوية بس هو في العموم يعني استخدامها آمن ان شاء الله ولكن تحت مظلة طبية دقيقة من الملاحظة يعني ما بتبقاش كده في العموم بس نرجع بقى للسؤال اغلب الظن ان الحالة اللي عند طفلتك ملهاش علاقة بقى بالدوى اللي حضراتك قلتيه والحياة فيه سؤال مهم برضو يعني انا دلوقتي بفكر مع حضرتك لان انا يعني لازم يبقى عندنا معلومات في السؤال فانا بسأل حضرتك هل فيه اي اعراض مصاحبة عند الطفلة يعني غير حكاية اللي ترتعش دي يعني مثلا اعراض مصاحبة زي ايه زي مثلا زيادة ضربات القلب او زيادة العرق او سرعة التنفس واخدين بالكو طبعا في العموم فيه اسباب غير مرضية للحالة دي الحالة اللي هي الرعشة دي زي ايه زي القلق والتوتر يعني لو الطفلة عندها قلق او توتر وده يعني بيحصل في الحالة دي ان المخ بيفضل على حالة من النشاط حتى بعد استرخاء العضلات ودي بتحصل حتى للكبار لما يبقى فيه انشغال شديد بموضوع معين او بمشكلة معينة وتلاقيكوا حتى وانتوا رأدين او نايمين او حتى عادين على كرسي تبص تلاقوا فيه ممكن يبقى فيه رعشة في الايد او في الرجل فالانشغال الشديد ده ممكن يؤدي لده دي اسبابها هي غير مرضية كمان تناول الكافيين والنيكوتين كتير هتقولولي يا طفلة بتاخد كافيين ونيكوتين اقولكوا اه مبدئيا الشاي اللي باللبن فيه ناس كتير قوي بيدوا لاطفالهم شاي وقولوا ايه هنحط عليه لبن وهنحط لهم بسكوت في الشاي من المنبهات فالتنبيه لو الكمية زادت يعني هو طبعا غلط على الاطفال وغلط بيعمل انيميا وبيعمل تسوس في الاسنان لو فيه بسكوت كمان في الموضوع بس انا بقولكوا انه اللبن مش بيخفف الضرر يعني هو بيغير الطعم بس انما الضرر هو هو فعشان كده انا بقولكوا بلاش حكاية الشاي باللبن دي للاطفال وانا كمان لحظت بقى انا بقولكوا ان فيه اطفال صغاري اطفال يعني اطفال عندهم عشر سنين وتسعة سنين يبتدوا يشربوا قهوة مش لازم تكون القهوة الصريحة لكن يبتدوا يشربوا القهوة اللي هي بانواع من القهوة اللي بتتباعهم يعني عايزين يتصرفوا زي الكبار وما فيش توجيه بقى من الام والاب هنا ولا المدرسة يقولهم الحاجات دي غلط هم عايزين يتصرفوا زي الكبار فيبتدوا يطلبوا الحاجات دي تمام كمان المياه الغازية اللي لونها داكن اللي هي الغمقة دي فيها كفايين كتير قوي فاحيانا الحاجات دي لما بتبقى موجودة في الجسم بتؤدي الى الحكاية دي ان الجسم يترعش العضلات يحصل فيها رعشة كتير تمام برضو من الاحوال اللي ممكن تسبب الحكاية دي انا كل دي بتكلم في الاسباب الغير مرضية اللعب العنيف قبل النوم هقول لكم حاجة عاملة زي ايه كتير زي الاجهادات العضلية زي الرياضة بالزبط يعني فيه ناس كده تبزي المجهود تجري تلعب كورة ناس كبار يعني او يعني شباب او كده لما يجوا يناموا بقى بص لهم يحصل لهم تقلصات ويحصل لهم رعشة يعني رعشة يعقوبها تقلصات تمام اللعب العنيف يعني لو الطفل قبل ما ينام لعب عنف يعني فيه اطفال كده بتدخل فيه حالة كده من الحركة الزائدة وتلاقي الامهات والاباء يتجاوبوا معاهم فيفضلوا بايلعبوا مش عارف على سرير ويرموا بعض مش عارف في المخد ده ومش عارف ايه وللأسف الشطات دي او المشاهد او اللقطات دي بتيجي في الاغاني وفي الافلام على انها حاجة حلوة وحاجات زي كده بس ده غلط لان احنا كده اللعب العنيف ده او المجهود العضلي الزائد ده ممكن يسبب ارتعاش في العضلات برضو من الحاجات اللي بتسبب الحكاية دي اضطرابات النوم كلمنا الحلقة اللي فاتت عن اضطرابات النوم حلقة اللي فاتت على طول كان فيه سؤال كده الصهر والقلب اليوم يعني ان الطفل يصهر كتير او اليوم يتقلب بتاعه ده بيسبب الحكاية دي كل دي اسباب غير مرضية لكن في اسباب بقى مرضية لقدر الله تسبب الحكاية دي زي ايه زي اصابات العمود الفقري قدر الله طب زي حاجة مرض كده اسمه ويليام سندروم او متلازمة ويليام وده مرض في الاعصاب زي الانيميا وزي اضطراب حرق السكر يعني ان الطفل ده لو عنده سكر احنا ما جازم بنقول سكر انه ما هو التشخيص يعني انه اضطراب حرق السكر تمام وزي كمان لو فيه امراض في الكلا او في الكبد وكمان لو فيه نقص امدادات الاكسوجين للمخ ولو فيه تشنجات صرعية يعني فيه اسباب غير مرضية واسباب مرضية طب نعمل ايه لابد من عرض الطفل في الحالة دي على تخصص المخ والاعصاب تخصص مخ واعصاب مع اجراء تحليل اولية فيه حاجة اسمه تحليل الاولية يعني ايه وظائف الكلا وظائف الكبد صورة الدم مستوى السكر في الدم مستوى السكر حتى العشوائي تمام كده دي التحليل الاولية يعني نروح بيها للدكتور وظائف كلا وظائف كبد صورة الدم سكر سكر عشوائي نروح للدكتور ونقول له بقى الحكاية زي ما قلتلكم تخصص المخ والاعصاب تمام كده ممكن الرعشات أثناء النوم دي بتحصل عند الاطفال اللي مولودين صغارين قوي حديثي الولادة يعني تلاقيهم وهم نايمين جسمهم يرعش كده كل الاباء والامات اللي عندهم اطفال صغارين او مروا بالتجربة دي وفاكرين هتلاقي الطفل في الأسابيع الأولى من عمره بيحصل له الحكاية دي يتنفض كده احنا سميه يتنفض وهو يبقى متدفي وكل حاجة والحكاية دي أحب أقولكم بس انها بتقل تدريجيا ممكن تستمر لحد عمري سنة وهي حاجة طبيعية بس ليها شرط انها تكون بتقل مش بتزيد بتقل مش بتزيد يعني ملاحظتنا لها انها بتقل مش بتزيد تمام؟ ده تحت سن السنة انما فوق السنة زي ما قلنا لازم الكشف الطبي تمام كده؟ طيب يلا السؤال اللي بعده يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك بنتي عندها سنتين وبتبكي جامد عشان أشيلها وباباها رافض من فضلك ايه الطريقة الأمثل للتعامل طيب طفل عندها سنتين بتعيض جامد عشان تتشهل القب برافض ده السؤال لحقيقة الطريقة الأمثل للتعامل هو مبنية على معلومة وهي مدى قدرة هذه الطفلة على المشي يعني الطفلة دي بتعرف تمشي ولا لأ طيب الطفلة بتعرف تمشي طيب في مساحات الطفلة تمشي فيها ما هو في أغلب البيوت أغلب بيوتنا مكدسة الحقيقة بالعفش مكدسة بقطع الأساس كرسي كبيرة وعفش ونيش ومش عارف ايه وحاجات كده فتلاقي الطفل يعيني الصغير ده مش عارف يمشي عارفين المصطلح بتاع اللي بيسوق يقولك بياخد غرس كده واسي طفل بقى فممكن يبقى مش عارف يمشي أصلا وده بينعكس عليه فيما يعرف بالتجارب السابقة يعني ممكن الطفل هو بيحاول يمشي يكون اتخبط وإحنا ما شفناهوش إحنا شفناه بس على الأرض كده وبيعيط بس ما نعرفش يعيني انه اتخبط تمام كمان هل الموضوع ده داخل البيت وخارج البيت ولا هو بيبقى يعني الطفلة دي عايز تتشال بس بره البيت ولا تتشال كمان جوه البيت الحقيقة إجمالا رأي الأب صح يعني رأي الأب انه انتي ما تشيليهاش لكن يجب تطبيقه من غير تشدد ومن غير تعنيف يعني ما لا أنا قلت ان انتي مش هتتشال لا ده غلط خلاص احنا لازم احنا اللي نشجع الطفلة على المش جربي كده حضرك تمسكي ايديها وانتي تمشي يلا نروح يلا نروح نجيب الحاجة الفلانية سواء حضرتك كأب أو حضرتك كأم يعني زي ما بيقولوا ايه خدوها بالمحيلة تمام لكن في حال عدم قدرة الطفلة دي على المش حتى لو احنا مسكين ايديها او متسندة وها في العمر ده لابد من المراجعة الطبية يعني لازم هنا الدكتور يشوفها تمام طيب السؤال بعد كده سلام عليكم انا ابني عنده سنة هل كده تسنين وماشي كويس مع العلم انه لسه مامشيش هو عنده سنة بس بيسند علينا وبيقف ثواني ويخاف ويقعد هل كده طبيعي ارجو الرد ضروري طيب اسنان يعني اربع اسنان فوق اربع اسنان فوق وتحت مستوى التسنين كويس يعني متوسط يعني مش وحش ومش ممتاز بس حلو يعني في التسنين حلو لكن عدم المشي هنا لا مع مستوى التسنين ده يشجع الحقيقة على مراجعة مستوى الكالسيوم يعني يفضل ان احنا نعمل للطفل ده تحليل الكالسيوم والكالسيوم على فكرة نوعين يعني لما بنعمل التحليل الكالسيوم هما تحليلين يعني احنا بنقولrut المعمل عايزين نعمل الكالسيوم ممكن هو يسألكم وممكن يعملهろ من نفسهم فما تتخضوش في حاجة اسمها التوتال كالسيوم او الكالسيوم الكلي وفي حاجة اسمها مستوى الكالسيوم اللي مش مرتبط ببروتينات يعني الاتنين مهمين تمام وهو تحليل واحد يعني قصدي نفس العينة بس هو بقى في الفحص بيبقى فيه هو بيتقسم لحاجتين طبعا بلفت نظاركو برضو ان في سن سنة والمفروض ان الطفل يكون ماشي على دواء الكالسيوم يعني فيه ادوية بيكون فيها كالسيوم وفيه ادوية بتاعت فيتامين دال وفيه ادوية الاتنين ودي بتبقى روتينية يعني الطفل بياخدهم دي بقى من الادوية اللي لما الدكتور يقولك هيمشي عليه سنة هيمشي عليه سنتين لا دي تمام خلاص حكاية برضو انه بيقف ثواني وبيقف ده طبيعي مهم برضو ان انا عرف حضراتكم او اراجع مع حضراتكم بسرعة انا عارف انكم شطار بس نقول مصادر الكالسيوم الغذائي لان فاكرين لما برضو في حلقات التغذية تكلمنا عن الكالسيوم الكالسيوم الغذائي ده مهمة اوي مش كل حاجة ادوية خلاص كالسيوم موجود فين موجود في الحليب ومشتقاته وممكن دلوقتي الطفل يشرب باللبن الحليب انا بقول الحليب لان زي ما قلتلكم قبل كده في الدول العربية في ناس كتيرة بتتبعنا من دول عربية ومن بلاد الشام من الاردن وكده احنا لما بنقول اللبن هم بيفتكروا بنقصد الزبادي هم عندهم اللبن يعني زبادي فاحنا عشان كده بقى عشان نفض الاشكال ده بنقول اللبن الحليب اللي احنا بنشربه ده اسمه اللبن الحليب فده ممكن دلوقتي بعد سن السنة ومشتقاته اللي هي زي الزبادي والجبن وكده كمان من مصادر غنية قوي بالكالسيوم السمك والسمسم السمسم مهمة قوي بيدخل في الحاجات المعجونة اللي هي العجائن الحاجات المخبوزات دي دي مهمة قوي اللوز كمان اللوز ده بيتطحن كده وممكن يتعامل بيه حاجات كتيرة قوي للأطفال بس لو اللوز غالي بلاش منه وربنا مدينا اختيارات كتيرة الخضروات اللي ورقها أخضر كل خضار لونه لون ورقه أخضر مليان كالسيوم مليان على آخره زي ايه زي السبانخ الجرجير البقدونس السلق عارفين السلق بتاع القلقاس ده ده مهم قوي اللي بيمنع امتصاص الكالسيوم زيادة الأملاح أو زيادة الملح بشكل عام عشان كده مش مفروض ندي ولادنا حاجات حدقة والمقارمشات والبطاطس دي تمنع امتصاص الكالسيوم فتلاقوا الطفل اللي بيأكل الحاجات دي يتأخر في المشي ويتأخر في التسنين ممكن الناس تقول لك الله هو إيه علاق الدب ده؟ ما هو الأملاح دي بتمنع امتصاص الكالسيوم يعني ممكن يكون بيأكل حاجات فيها كالسيوم بس الجسم ما بيستفدش منه كمان بعض المضادات الحيوية بتمنع امتصاص الكالسيوم الفوسفور وفيتامين دال والماغنيسيوم بيساعدوا الجسم على امتصاص الكالسيوم طبعا غير أهمية الكالسيوم للعظام والأسنان هو مهمة كمان قوي عشان عمل الأعصاب والعضلات والتجلط الطبيعي للدم وتنظيم انزيمات الجسم وضبط ضغط الدم يلا ناخد سؤال قبل الفاصل يا دكتور ابني عنده سبع شهور ودماغه بتعرق جامد قوي هل العرق ده أثناء النوم يعني وهو نايم ولا هو بيرضع ولا الاتنين ولا بيعرق في ظروف تانية غير النوم والرضاعة بشكل عام فيه كتير من الأطفال في الشهور الأولى من عمرهم شهور الأولى يعني تحت عمر سنة الطفل اللي عنده سبع شهور بيكون عندهم عدم انتظام في نشاط الغدد العرقية وده ناتج عن ان فيه مادة في الجسم بتفرز اسمها الأسيطايل كولين دي بتحفز تشغيل الغدد العرقية بس فيه فرق ما بين التعرق أو العرق يعني وفرط التعرق أو فرط العرق خلاص فيه أسباب ملاش علاقة بالطفل يعني ان الطفل مش زنبه ان هو يعرق زي ايه يعني هو ما فيش حاجة في جسمه بتخليه يعرق زي ايه زي الطفل ده لو دفيان بزيادة يعني الدفء الزائد والحكاة دي بتحصل ممكن أثناء الرضاعة ممكن وحديك الطفل كده ملتصق بيك أو انت حضناء قوي يعرق كمان الملابس لو تقيله قوي الأغطية الغطى لو تقيله قوي لو القوضة حر ارتفاع درجة حرارة القوضة وانا هنا عايز اقول كلمة مهمة عن خطر ان احنا نحط الدفيات في القوض انا عارف الحمد لله الجود الوقت يبتدى يتحسن بقى حلو يعني بس قصدي بشكل عام بلاش حكاية ان احنا نحط دفاية في القوضة اللي فيها الطفل ولا حتى اللي احنا فيها لان لما بنغير مكان يعني لو الطفل ده احنا اتنقلنا به من مكان للتاني غير انها بتزود الحرارة قوي بتخلي الطفل ممكن يعرق هي غلط لانها بتخلينا ننتقل بقى لمكان تاني او لو رحنا مكان تاني مفوش دفاية ممكن نعية ملابس الطفل لو مش قطنية لو بنلبس الطفل حاجات بولي إستر دي برضو خطر جدا بتعرق والملابس الثيرمل طالعا موضة برضو كده يقول لك السنة جايب لابني جاكت ثيرمل اللي هو بيزود الحرارة فكرة الحاجات دي لما اتعملت في بلادها اتعملت في البلاد اللي عندهم جليد وحاجات كده فانا يا شيء وهم شطار قوي في تصنيعها مش معنى كده ان احنا مش شطار بس احنا شطار في الحاجات اللي احنا في ظروفنا احنا معندناش جليد ومعندناش كده انا بتكلم طبعا لانه هي فيه انواع منها مستوردة وغالية جدا وفيه انواع محلية الصنع المحلية الصنع انا مش مش بشكك فيها بس الحياة بقول انه تصنيعها ممكن ميبقاش بنفس الجودة لانه هما برا مضطرين يعملوا كده ان الحرارة بتوصل تحت الصفر وكده فبلاش الحكاية دي لان فيه الناس كده يتباهوا يعني وانهما يجيبوا الاطفال الحاجات دي فيه اسباب تانية برضو للعرق بس خلينا بقى نطلع فاصل ونرجع عشان نتكلم عليها بس بهدوء شو عشان ما يجريش هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا خليكم معانا يحكى انه مازال متواصل وبنكمل سؤال عن العرق عند الاطفال هنرجع نكمل كلامنا اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقتنا النهاردة الخاصة بالاسئلة وكانت دي الحلقة التانية على التوالي اللي بنخصصها للاسئلة ارجعوا لكل الموضوعات اللي اتكلمنا فيها على وسائل التواصل وبنبه حضراتكم ان احنا ان شاء الله ان شاء الله الحلقة القادمة هتكون هي الحلقة الاخيرة لنا مع حضراتكم قبل شهر رمضان الكريم كل عام وحضراتكم بخير وهنخصصها برضو بالكامل عن شهر رمضان ان شاء الله اتكلمنا قبل الفاصل كان فيه سؤال طفل عنده سمع شهور بيعرق وقلنا هل العرق ده بيعرق اثناء الرضاعة ولا بيعرق اثناء النوم ولا الاتنين مع بعض ولا بيعرق كده من غير مجهود الرضاعة ولا حاجة وقلنا ان فيها اسباب تخلي الطفل يعرق زي الملابس الغير مناسبة او التتفيق الزائدة او الملابس اللي بيسموه الثيرمل دي اللي هي الملابس الحرارية وقلنا ان دي غلط وقلنا كمان حكاية الدفيات غلط وقلنا ان التصاق الطفل بنا قوي ده برضو بيسبب ان الطفل ممكن يعرق وقلنا كمان ان القوضة ما تبقاش حر قوي يعني اتكلمنا عليها بالتفصيل لكن فيه اسباب تانية بقى ليه علاقة بالطفل او بمعنى ادق لقدر الله اسباب مرضية يعني فيه اسباب مرضية تخلي الطفل يعرق هقولكو زي ايه زي مثلا ان الطفل لقدر الله يحصل حاجة اسمها انقطاع التنفس اثناء النوم فيه اطفال اسناء التنفس ده ببعا دي حاجة انتم مش هتعرفوها لان الطفل بيبقى نايم فيه اطفال بس نعرفها ايه بقى لنلاقي انطفل عرقان قوي لما يقوم ان لما بتتكرر يعني انه ممكن يكون انقطاع التنفس ده لمدة مثلا 15 او 20 ثانية يعني 20 ثانية او اقل يعني فبيحصل فيه بزل مجهود كبير قوي من الطفل عشان يستعيد عملية التنفس الطبيعي فده امر يستوجب المراجعة الطبية كمان فيه امراض بتسبب العرق زي ارتفاع درجة الحرارة مثلا خلاص ودي بتبقى آلية طبيعية من الجسم اللي تخفضها يعني الجسم بيعرق عشان العرق ده يتبخر فحرارة الجسم تنخفض ودي بتحصل لا قدر الله لا قدر الله زي في احوال زي التهبات الجهاز التنفسي او التهبات المجرى البولي فيه كمان بعض الامراض الخلقية انا بحبش يعني كلمة دي ببقول بعض الامراض التكوينية في القلب في سمامات القلب وبتاع لما الطفل بيكون مولود بمشكلة في احد السمامات تلاقيه بيعرق مع المجهود العادي المفروض اللي هو بتاع الرضاع كمان طب مش كل الاطفال طبعا فيه اطفال بتعرق أثناء الرضاع بتعرق من دماغها وكل حاجة لان ده مجهود لكن انا بتكلم على العرق الزائد تمام فيه كمان بعض العوامل الوراثية زي امراض الغدة الدرقية عند الاب او الام ممكن تخلي الطفل يعرق تمام عشان كده في حال وجود اعراض لاي مرض من دول الامراض دي لها اعراض تانية مش بس العرق لا ده عرق ايه ده بيبقى عراض كل مرض من اللي احنا قلناه دول له اعراض كتير قوي خلاص او حتى المفروض قبل ظهور الاعراض لازم المراجعة الطبية فطب السؤال بقى بطريقة ابسط انا اللي بقى قوله امتى نروح للدكتور نروح للدكتور في حالة وجود عرق زائد يعني لو طفل ده عرقه كتير قوي وهذا العرق ليس له علاقة بمجهود بزل الطفل نتأكد ازاي من عدم وجود الاسباب التانية اللي احنا لسه ايلنها بتاعت ان الحرارة بتاعت القوضة تبقى عالية او الهدوم مش مناسبة او زيادة او الغطط ايه خلاص يبقى ان الطفل عنده اعراضة هو عنده عرق جامد قوي خلاص وما عندوش سبب ظاهري كده يخلي ايه يخلي العرق ده له سبب وعندنا بقى ممكن اعراض اخرى للامراض خلاص يبقى في الحالة دي في الحالة دي لازم نتوجه الى الطبيب ونكشف عادة بعد سن السنة بعد السنة الاولى بيحصل ضبط في معدل نشاط الغدى العرقية يعني بشكل عام لو الحالة دي ابتدت تختفي بعد سنة خلاص دي حاجة مش مقلقة خالص انما زادت وانا هنا بتكلم مش العرق العادي انا بتكلم على العرق الكتير اللي وفرت التعرق ده انه انه العرق كتير قوي يبقى ملحوظ قوي يبقى في الحالة دي لأ لازم المراجعة الطبية السؤال اللي عليه الدور بعد كده سلام عليكم عندي بنت ست سنوات تمام ممتازة في الامور الحياتية حلو ده مثل تذكر المواقف والاماكن ولكن غير منتبهة في التعليم ليه كده والدراسة اخدت سنة دراسية اخدت سنة دراسة وهي حاليا في العام التاني لا طيب اسمحيلي ان انا اوجه لحدك سؤال غير منتبهة في التعليم ده عنوان هل ده رأي المدرسة ام رأي انطباعي او شخصي من حضرتك او من الاب يعني فهمين قصدي لانه تقييم اداء العملية التعليمية تقييم اداء طفل في سنة اولى او خلص سنة اولى او في سنة تانية ها التقييم لازم يكون من المدرسة من الجهة التعليمية خلاص لانه الحكم لما بيجي من الام او الاب او الاخرين المحيطين بالطفل بيكون حكمه متسرع جدا لانه بيكون مبني على المقارنات او التوقعات غير المنطقية فهمين اوزي المقارنات اللي هو ايه الله دي بنت فلانة او ابن فلانة اداها بس اشتر بيكتيق مو ده غلط او ده ايه ده 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 المفروض ان هي دلوقتي تكون بتعمل و بتعمل و بتعمل ما دي مين اللي قال لكم دي توقعات غير منطقية انما حكاية ان الطفل يكون عندنا شكوك او ان احنا نتهمه او نشك بلاش نتهمه نشك في ان عنده ما يعرف بصعوبات التعلم لا ده امر خطير و ده تشخيص طبي جدا لان صعوبات التعلم من حيث التعريف هي مجموعة من الاضطرابات التي تعوق الطفل انه يلاحق زملائه في العملية التعليمية يعني مش انه ما يجيبش الدرجة النهائية او انه ما بيطلعش الاول لا هو مش قادر يساير زملائه في المدرسة سواء من حيث اكتساب المعرفة او فاهم الاتجاهات او تعلم مبادئ او اساسيات مهارات القراءة والكتابة والحساب وصعوبات التعلم نوعين اساسيين صعوبات التعلم النمائية و دي بتظهر فيه شكل صعوبات الادراك و صعوبات الزاكرة و صعوبات التفكير و بحسب السؤال اللي اتبعت ده الطفلة مش كده لانها قالت ممتازة في كل الامور الحياتي يبقى هو مش كده اما النوع التاني من صعوبات التعلم فهو بالمناسبة يعني متعلق بالنوع الاول و مترتب عليه و بيظهر فيه حاجات اسمها صعوبات الاداء او بمعنى اداك حاجة اسمها عسر او صعوبة تنسيق الحركة و دي اسمها ديسبراكسيا او صعوبات القراءة و دي اسمها ديسليكسيا او صعوبات الكتابة و دي اسمها ديسجرافيا او صعوبات الحساب و دي اسمها ديسكالكيوليا هي تتنطق كده زي الكالكيوليتر يعني تمام ديس دي يعني فقدان الوظيفة او صعوبة الوظيفة تمام كلمة ديس دي في الاول ما نقول ديس فانكشن يعني فقدان الوظيفة تمام كده خلاص الحقيقة انه عمر الطفلة هنا في السؤال ما ينفعش الحكم من خلاله على اي نوع من دول ليه لان هي بتقول هي خدت سنة واحدة سنة دراسية واحدة ودخلت سنة تانية يعني او تعلمت سنة ودخلت سنة تانية والحقيقة انا مش عارف انا فهمت صح ولا غلط يعني ممكن تكون السنة دي تبقى في كي جي كمان يعني في كي جي وان وللسه بقى كي جي تو الله اعلم انا لسه مش عارف يعني او يمكن تقال يعني فخلينا ناخد الاحتمال اللي هو الابعد انها تكون خلصت سنة اولى ابتدائي كان بقى باسمها مع درسة عربي مدرسة انجليزي مدرسة انترناشنال مدرسة ناشنال المسمات بقى اللي انتوا بتحبوها دي تمام وفي الاخر التعليم جوهره يعني مش كده عند الاطفاء ما علينا يعني ده موضوع تاني بقى يطول شرح المهم فالطفل ده اللي خد سنة تعليمية ده وداخل بقى سنة تانية هو لسه حتى ما دخلش خلاص صعب اول حكم عليه خاصة مع عدم وجود تقييم تعليمي يعني المدرسة مش هي اللي قالت عشان كده انا نصيحتي لصاحبة السؤال او لصاحب السؤال صعبة السؤال غالبا بتكون امي ارفع ايديك عن عملية التعليم عن عملية تعليم بنتك ارفع ايدك فعلا انا بقولك اهو خليكوا في البيت الطرف اللي بيشجع ويحفز مش الطرف اللي يقيم او يحكم حلوة كده طيب السؤال اللي بعد كده السلام عليكم دكتور انا بنتي عمرها اربع شهور وعندها امالة اتجاه اليمين برأسها ده طبيعي الطفلة اللي عندها اربع شهور عندها ميل برأسها في اتجاه اليمين المفروض ان الطفل يصل براسه وعلى فكرة دي من العلامات الاساسية للتطور العقلي عند الاطفال دي علامة كبيرة اوي ان الطفل قبل كده في شهور الولاي تلاقي الطفل دماغه سايب ان الطفل يصل براسه دي علامة مهمة اوي من علامات تطور العقلي بس تحصل امتى؟ بعد نهاية الشهر الرابع او نهاية الشهر الخامس فواجب من حضرتك ان تراقبي حدوث هذه الخطوة التطورية المهمة لغاية الوقت بتاعه انتي قلت ان ايه عندها اربع شهور لا لغاية ما تخلص الخامس خلط اما قبل كده طبيعي تماما عدم قدرة الطفل على التحكم في رأسه السؤال بعد كده سلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده اربع سنين مش بياكل كويس طيب وغلبت علاج وغلبت تحاليل كتير نموه وغيره وبيقولولي في التحاليل ان هو كويس طيب ما هو كويسة بس هو ضعيف جدا نرجع بقى تاني للانطبعاته وحركته قليلة جدا تنصحني باي يا دكتور طيب اربع سنين مش بياكل وبتقولي غلبت علاج انا مش عارف الحقيقة انا مستوقفاني بس الجملة غلبت علاج ايه بقى بالزبط اوعي تكوني بتقصدي او بتتكلمي عن فواتح الشهية لان فواتح الشهية دي خطر جدا وقلنا قبل كده انها خطر والابحاث الطبية وان شاء الله ان شاء الله يعني هتتسحب من الاسواق باذن الله لان هي ليها اثار جانبية خطيرة على الجهاز المركز على العصبي المركزي اللو المخت غير انها بتسبب رعشة في الاطراف وبتاع ما فيش حاجة اسمها فاتح شهية في حاجة اسمها ان الام تكون هي فاتح الشهية لطفلها الام والاب والبيت الظروف دي تكون هي فاتح الشهية خلاص وبعدين في حاجة تانية ان التحليل بتقول انه هو كويس طب ما خلاص بس حضرتك بتقول انه ضعيف جدا وحركته قليلة طيب فاكرين معادلة الوزن اللي تكلمنا عليها في السنة لا مش سنة ايه الحلقة اللي فات لما قلنا لغاية سن خمس سنين او على الاكثر ست سنين نقدر نطبق معادلة الوزن اللي هو العمر بالسنين في اتنين زاق التمانية العمر بالسنين اربع هو عنده اربع سنين في اتنين يبقى تمانية زاق التمانية با ستاشر يبقى وزن طفلك المثال يا فندم المفروض يكون ستاشر كيلو خلاص حركة الطفل بتعتمد على كمان يعني وزنه مثالي ستاشر كيلو وزن طفل حضرتك بقى اللي ضعيف جدا ده انا مش بنكره كم من الستاشر حضرتك بقى بضمير كده تردي بينك وبين نفسك حتى هو بحقق كم من الستاشر هل هو وزنه ستاشر ولا اكتر ولا اقل واقل بنسبة قد ايه قلب نسبة كبيرة ولا صغيرة لانه لغاية 25% نقص اذا نقص الوزن في حدود 25% من الوزن المثالي بيظل في الاطار الطبيعي ده موضوع تاني بقى كلمنا فيه ونتكلم فيه ان شاء الله في حلقات تانية بعد كده خلاص بس خلينا نقول اللي قلتي ان طفل عنده 4 سنين وزنه المفروض يكون 16 كيلو حلو قوي وزنه قد ايه حضرتك من 16 ونتكلم تمام كمان انت بتقولي حركته ضعيفة الطفل بيعتمد يعني حركة الطفل او بتعتمد حركة الطفل على اهتمامه بالعالم المحيط به وبمدى كثرة المسموحات يعني ماينفعش الطفل يبقى لو هيتقاله لأ 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 او يبقى خايف ما وفيه اطفال بتبقى خايفة من كل حاجة كمان العمل الوراثي مهم جدا يعني ايه العمل الوراثي يعني فيه اطفال وراثيا من الاب او الام او الاتنين بيكونوا جسمهم شكلهم شكل الاب والاب يعني لو الاب ده رفاية عشوية تلاقي الطفل بتاعه رفاية او طفله يعني او بنته او ابنه لو الام كذلك وها كذا تمام السؤال بعد كده السلام عليكم انا بنتي عندها سنة وثلاث شهور دايما انه هي بتعمل حمام بتعيط بس الساعات بيكون ماسك مثلا عشان الاكل هل ده طبيعي اه طبعا طبيعي طبعا طبيعي لانه فاكرين احنا عملنا برضو حلقة مهمة قوي عن الامساك كل ما يتعلق بالامساك ارجوك ورجعوا للحاجات دي على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب هتستفيدوا بجد خلاص اول اسباب الامساك لو تفتكروا في الحالة قلنا ايه انه قلنا اول واهم اسباب الامساك اسباب حدوثه هي التماسك الشديد في قوام البراز وقلنا ان من اشهر الاسباب لكده تقديم الالبان النصف دسم للاطفال وقلنا ان ده غلط قلنا ان ده غلط ده بيسبب امساك وبيحرم الطفل من الفيتامينات التي تزوب في الدهون فمش المفروض ان احنا ندي الاطفال اللبن اللي هو اللبن الحليب نصف دسم او خالم الدسم ده غلط الا لو الطفل ده عنده حالة مرضية او عنده استعداد مرضي لعلو اللي بت يعني اللي هي الدهون والكلستيرول والدهون السلسية وكده خلاص انما في العادي لا ما ياخدش ياخد اللبن حليب عادي وقلنا كمان ان يسبب التماسك الشديد نقص كمية السوائل في غذاء الطفل وتحديداً الميا وقلنا لو الطفل بيرضع صناعي تخفيف الرضعات في اللبن الصناعي يعمل الحكاية دي وقلنا انواع معينة من لبن الصناعي ممكن تسبب امساك وقلنا افتقار غذاء الطفل للالياف ممكن انها هتسبب امساك وقلنا زيادة محتوى البروتينات في الاكل وقلنا لو الطفل ده بيأكل حديد مش بيأكل يعني حديد بيأكل أغزية فيها حديد كتير أو بياخد فيتامين حديد خلاص ده ممكن يعمل إمساك ولو الطفل ده لسه بيرضع ممكن حضرتك ينتقل الإمساك له لو أنت بتاخدي حديد كفيتامين أو بتأكل حاجات فيها حديد كتير سؤال الأخير يا رب نلحق بس الفينو والبسكوت السادة غلط على طفل عمره سنة آه الحقيقة اللي عيش الفينو بيسبب الإمساك وفيه نقص للألياف الطبيعية الخبز الكامل هو اللي كويس وغير كده أنه بيسبب الشبع سريع يعني بيخلي الطفل يشبع بسرعة فما بيعرفش يأكل البسكوت بقى غلط خالص لأنه أولا لما نجيب أي بسكوت اقروا لمكونات هتلاقوا حاجات كتيرة أو فمعظم هذه الحاجات مش ملأمة للطفل اللي عنده سنة خلاص غير كمان أنه بيبقى عليه مواد حفظة غير حكاية الشاي اللي قلنا عليها أنه غلط أنه يتحط على الشاي وأنه بيتراكم في أماكن ظهور الأسنان ده غير أنه حكاية الشاي ده بي ممكن تعمل أنيميا أو كده وغير طبعا أنه بيزود المحتوى السكري في جسد الطفل فبيبقى فيه مشكلة آخر سؤال معنا النهاردة في الحلقة لو سمحت يا دكتور عندي طفل ست شهور إلا أسبوع بيأكل من أسبوع كده بسكوت سادة وينسون ما احنا لسه قيلينه هو وزبادي فراولة بس حمامه موعده تغيرت وآخر مرة فضل ثلاث يام من غير حمام ولما عمل كمية كبيرة وتماسك الحمام زي الطحينة الجامدة شوية أنا خايفة يتعب فممكن حضرتك تعرفني أعمل إيه وأكله إيه بص يا ستي الأكل في الشهر السادس سيبك بقى من البسكوت اللي فيها نسون ومشاك كل ده غلط شربة عطس متصفية خضروات وفواكه مسلوقة ومضروبة أو مهروسة زي الكوسة الجزر البطاطس التفاح الموز بس من غير ما نسلقه الكومترة الأغزية اللي هي بتتباع اللي هي أغزية دقيق القمح بشرط إنها تكون المرحلة الأولى وأنا ما بحب الزهاش أحب الحاجات الطبيعية أكتر وأخيرا نجيبنا الأريش المهروسة المهروسة خالص كده دي حاجات دي مناسبة للطفل اللي عنده ست شهور كبداية خلصت حلقتنا النهاردة وسمحوني معلش إذا كنت بتكلم بسرعة شوية في الجزء الأخير بس عشان أخد أكبر قدر من الأسئلة إن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية وأكيد هنلتقي في الحلقة دي مع حاجات أو نصايح لي علاقة برمضان كل عام وأنتم بخير أشوفكم إن شاء الله السبت الجاي وحلقة جديدة تحياتي السلام عليكم